الجهات او الموضيع اللي بيطلع عليك فائل مدى لما يطلع المبنى تبعه يعمل لك انسبكشن بعد انتهاء عملية الانشاء للمشروع تبعك راح قسمها لثلاث نقاط كمان بنعمل بحص اسمه ستيركيس برشاريزيشن بحيث ان يكون الضغط داخل الادراج هو اعلى من الضغط الموجود داخل الطابق لحتى اذا صار حريق في واحد من الطابق اللي نحن موجودين فيها مثلا ما ينتقل هذا الحريق عن طريق الادراج او عن طريق بيت الدرج ويطلع على مبنى ثاني او على طابق ثاني لا بضل يتضغط في الدرج اعلى فبيتفش الدخان وبيتفش الحريق لداخل الطابق بضل نحصر في الطابق اللي موجود فيه بحيث ان الناس تنتقل في الادراج من غير ما يصير اي ضرق على الناس وغير ما يصير السموك يعمل مثلا بلوك للرؤية على الادراج وطبعا الموضوع انه ستادكاس تست او يكون الادراج الضغط الهواء فيها مختلف ويتم العمل على المباني اللي بيزيد فيها اللي على الطوابق عن تلك الطوابق موسيقى